بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليكم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الحقيقة اليوم الاثنين ثمانتعش يناير 2021 أي بعد تقريبا ما يقارب شهر من انعقاد مجلس 2020 هناك استقالة للحكومة وقبول الاستقالة في الحقيقة هذا الحدث يجب توقف عنده لأنه يعتبر حدث تاريخي لحيث أنه لم يحدث في تاريخ الكويت السياسي أن تم استجواب رئيس لمجلس الوزراء ويعلن 37 نائب تأييدهم لهذا الاستجواب ما حصل هذه السابقة الأولى في تاريخ الكويت تسجل هذا واحد اثنين ايضا كان استحقاق على رئيس الوزراء بعد هذا الاعلان ان يقدم استقالته فبالتالي رئيس الوزراء اختار الاستجابة لهذا الاستجواب وتقديم استقالته فكأن هذا الاستجواب عقد وكأنه قدم كتاب عدم تعاون وأقيل رئيس الوزراء الدستور في مادة 102 صريح في مثل هذه الحالات ومحدد ويعني مقنن في كيفية التعامل مع هذا الحدث المادة 102 من الدستور يقول اذا رأى مجلس الامة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة يقصد مادة الاستجواب عدم امكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الامر الى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة في حالتين فقط حالتين فقط في حالة عدم تعاون مع رئيس الوزراء واحد ان يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة اثنين او ان يحل مجلس الامة ما في شيء اسمه رئيس مجلس الوزراء يستقيل ويردمرة ثانية حق نفس المجلس هذا ضرب في الدستور يا صباح الخالد عودتك الان وقبولك احنا ما ندي شنو راح سيزر لكن نقول قبولك للعودة مرة ثانية هذا ضرب للدستور اللي انت اقسمت على الاحترامة اول جلسة قلت اقسم بالله العظيم انا احترم الدستور انت ما احترمت الدستور لان الدستور في حالة استجواه برئيس وزراء وطرح عدم تعاون معاه حالتين ما لهم ثالث يا اما انه يعين رئيس وزراء جديد او يحل مجلس الامة ما في شيء ان رئيس وزراء يستجوب ويعود بره ثانية اللي قاعد يسرب الان هذه بدعة دستورية وسابقة خطيرة جدا لا يمكن السكوت والقبول فيها انه يعود رئيس وزراء لنواب هم طرحوا فيه الثقة وعددهم كبير اذا كان العدد الكافي لطرح الثقة وعدم تعاون بالوزير خمس وعشرين الان اللي طرحين سبع وثلاثين هذه سابقة ما حصلت اكبر بدعة راح تصير واكبر سابقة خطيرة تنقض الدستور نقض هو عودة رئيس الوزراء الحالي وقبوله ان يعود لمجلس هو فاقد الثقة فيه او رافض التعاون معاه والاطم من ذلك هو سكوت وقبول هال سبع وثلاثين في انه يرجع لهم وهذه مصيبة كبيرة وفيه هنا الان استحقاق كبير على النواب السبع وثلاثين ان يكون لهم موقف معلن وواضح وصريح من عودة رئيس الوزراء الحالي بغض النظر عن شخصه احنا نتكلم عن مبادئ وعن دستور انتو احترمتوه وعن نظام البلد قائم عليه هذا الدستور هذا عهد رب العالمين يقول واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا هذا عهد ملعب لما اتي انت تقول انا ارفض التعاون مع رئيس ميس وزراء لكن ما عندي مشكلة يرجع مرة ثانية لا لقوا تلعبون انتو بيعني عقول الشعب الكويتي وبوعي الشعب الكويتي وترهنون على الشارع الكويتي الشارع الكويتي شارع الان وصل درجة من الوعي اللي اصبح اغلب اعظامة ثم يراقب هذا الشارع ومواقفه قد تنبني على حس الشارع مع انه قد يكون هذا العظوم مو هذه قناعته لكن الشارع الان الكويتي صار شارع حي شارع يوجه شارع ملتهب ما يسمح مثل هذه البدع الدستورية تصير الان ونسكت عليها ونوافق لذلك على الاخوة الذين اعلنوا تأييدهم الاستجابة رئيس مجل وزراء كلهم استحقاق شنو موقفك من عودة صباح الخالد رئيس مجل وزراء لازم تقول وإلا انت مصداقيتك على المحك وتصريحك على المحك وقيمتك على المحك انتوا قاعدت خدعون الشعب الكويتي في حال قبلته بعودته وقاعدت تعبثون بوقت الشعب الكويتي وقاعدت تعبثون بمثل هذه المؤسسة التشريعية وتعبثون حتى في قسمكم اللي اقسمتم فيه ما يجوز القبول والعبث بهذا الشي رئيس وزراء يشتغيل هي حكومة جديدة هي رئيس وزراء جديد ويشكل حكومة جديدة لكن نرجع رئيس وزراء ويشيل وزيرين شالعبث اللي صار هذا يعني ليش صار الاستجواب وليش صارت هالأزمة وليش صار هذا التوقف وليش تعطى المجلس الأمة عن الانعقاد مجلس الأمة هذا مؤسسة هي للأمة للدولة للشعب ما يصير العبث فيها بهذه الطريقة اللي قاعدين الآن يروج لها أن يعني يكون هناك عودة أن والله الحكومة تستقيل ويقعدون والله لهم شهر شهرين أيضا هذا عبث إذا كانت الحكومة بعد الانتخابات تشكل خلال سبوعين في أي منطق نقول أن الحكومة إذا استغالت تشكل بشهر وشهرين أو ثلاثة أو وقت مفتوح أيضا هذا الشي لا يجوز السكوت عليه أن تشكل بوقت مفتوح وأن تعود نفس الحكومة بتغيير وزرين ثلاثة تغيير الحكومة يقير رئيس الوزراء وغالبية الوزراء هنا يكون الاستجواب استجواب حقيقي ما هو استجواب عبثي ولا راح يكون هذا كل اللي يسووا النواب هذا الشي عبث تستجوا برئيس وزراء ويرجع مرة ثانية كذلك من النقاط المهمة التي يعني يجب أن نعيها أن هناك لائحة وهناك دستور وانتهك من قبل مجلس الأمة خاصة في موضوع عدم طرح عطاء حق النواب في التصويت في جلسة الافتتاح العبث اللي صار في جلسة الافتاح الإهانات اللي تعرض لها النواب في جلسة الافتتاح مباركة الحكومة لهذه الإهانات والتعبير عن ارتياحهم هذه حكومة لا يجوز السكوت عنها أخلاقيا ناهيك عن عمل برلماني ما يصير نواب يشتمون ويهانون ويطلع مجلس بيان مجلس وزراء يبارك هذه السوابق لازم السلطة تتركها عنهم تذكرونني لما سيء الذكر واعتدي عليه مجلس وزراء يطلع بيان يستنكر الاعتداء عليه قبل تقريبا تسعة وعشر سنوات تذكرون هذه هذا نهج نهج سيء لازم تتركونه ترى الشعب الكويتي ما يستحق منكم اللي قاعد تسوونه فيه تقايدون كل الأعمال السيئة وتباركون لها كمجلس وزراء بينما فيه ناس أشراف وأفاضل تعرضوا لمواقف سيئة ما أتحرك فيكم يعني إشعارة ولا صدرتوا بيان ولا سويتوا أي شيء بل قد تباركون لضرب الناس المصلحين والناس الأفاضل لذلك اللي حصل في جلسة افتتاح لا يمكن أن تكون صفحة وطوية لازم تكون صفحة مفتوحة وحتى يحاسب كل مقصر سواء من حكومة أو من هو على سدة رأسة مجلس الأمة كذلك لازم السابقة أيضا أعتقد الأولى في تاريخ مجلس الأمة وقد يكون الأولى في تاريخ البرلمانات كلها أن يعين أو يصوت لرأيج مجلس الأمة ويرفض مجلس الأمة التصديق على المضبطة التي عين فيها أو انتخب فيها هذا الرئيس هذه سابقة ما حصلت سابقة ما حصلت في الكويت فهذا الرئيس الآن على الأقل هو منزوع الشرعية وإن كان رئيس غير مصادق عليه لما مجلس الأمة يأتي لا يصادق اللي صوتوا على المصادقة فقط 18 طيب انت منتخبينك 33 وينهم هو واحدة من الثنتين يا أنهم مستحين أن يقولون أنهم منتخبينك أو أنهم أعلنوا الندم ندموا أنهم صوتوا لك فبالتالي ما صادقوا على المضبطة وفي كل الحالتين أنت غير مصادق عليك وما أشبه إلا أنك بالعقد العرفي زواج عرفي أنت رئيس عرفي ليس لك قيمة شرعية الزواج العرفي هو زواج لكن لا يصادق عليه من الجهات المختصة فيظل زواج عرفي فأنت الآن رئيس عرفي لا يجب التعامل معك على أنك رئيس مجلس مشرعي وهذا وجهة نظر وهذا مضبطة وهذا قانون وهذا دستور يجب اللجوء إليه ويجب اللجوء للسوابق وهذه سابقة خطيرة صارت ولازم الحكومة تعي ولازم هناك أيضاً سوابق حصلت عندما كان هناك رجال دولة لما كان رئيس مجلس الأمة عبد العيس الصقر عندما وشيع عنه أنه يشكل حكومة واعترض النواب على تشكيل الحكومة التجار في ذلك الوقت قيل عنها ولما استشعر في هذا الشيء قام وتنحه وتم انتخاب نائب الرئيس رئيس المجلس الأمة هذا الرجال اللي زينون المنصب مو اللي المنصب يسويهم ريائل هنا فرق والقيمة بين الأجيال اللي أتي فلذلك إذا كان فعلاً نريد الآن عندنا لستة إصلاحية وقوانين يتعهد فيها النواب كقوانين الحريات قانون العفو كتغيير النظام الانتخابي الصوت الواحد السيء وغيرها من قوانين الكل مجمع عليها لا يمكن أخذوها مني وسجلوها علي في وجودها الرئيسين تتحقق لكم هذه القوانين فيقول حق أعضاء ونواب مجلس الأمة إذا كنتوا فعلاً صادقين ومجدمين لابد أول خطوة لكم الآن تصرون على عدم عودة رئيس مجلس الوزراء الحالي لأن هذا مطروح فيه الثقة وما يجوز عودته لا يجوز عودته دستوري خالف ويصطدم بنص صريح في الدستور وبنص المادة 102 اللي جعلت رئيس الوزراء أمام محلين أما يعين غيره أو يحل المجلس ماكو شيء إنه يقعد المجلس ويرجع نفس رئيس الوزراء هذا ضرب في الدستور وبالتالي أيضا يجب أن نعي نقطة مهمة جدا إنه رئيس مجلس الوزراء الحالي هو كان نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة على الأقل في الثمان سنوات العجاف اللي مرت ثمان سنوات اللي يقر فيها الصوت الواحد اللي يقرت فيها قوانين مقيدة الحريات اللي زج فيها الشباب والمغردين في السجون اللي صار فيها العجز المالي مع منه وجود فوائض اللي قدمت فيه اللي قدمت فيه يعني اقتراحات ووثائق لمسجب المواطن وبفرض ضرائب وتوقف الرواتب وزيادة الرسوم هذا الرئيس كان موجود فيه كل هذه الحكومات اللي صار فيها قسيل الأموال والرشاوي والفساد وكل الحكومات السابقة اللي الشعب الكويت رفضها هذا الرئيس كان عضو فيها وهو مسائل لا حد يقوله ولا مو رئيس لا في سابقة حصلت الآن ليالله يرحمه الشيخ ناصر صباح الأحمد قاعد تره وسنة في الوزارة لكن لما شاف فيه فساد وشاف فيه تجاوزات من وزر زملائه كان يرفض يحضر الاجتماعات وقدم كتاب رسمي يرفض الحضور مع وزره مشبوهين وبالتالي تم إقالته من المنصب ما قبل أن يكون بالمنصب وهو شاهد زور فما يعفيك أنك تكون وزير ومن قبل الشيخ محمد صباح وقيرهم هناك أيضا شيوخ والشيخ بفعله ترى مو باسمه إذا أنت فعلا ما كنت تقبل بالتجاوزات اللي صارت وكنت تقدم استغالتك وتطلع حساس تحترم نفسك وتحترم غيبتك وتحترم مبادك وتحترم خسمك اللي أقسمت عليه ولكن قبلت بالثمان سونات اللي فاتت العجاف السود اللي مرت على الشعب الكويتي وتكون فيها عضو فأنت أيضا سياسيا لا تأخذ بما فعلت هذه الحكومات وأنت مساءل عليها ويجب على كل عضو مجلس أمه الآن هيكون بين عينه أن هذا الرئيس كان أيضا علاوة اللي سوى الآن وعلى وعلى محاور لستجواب اللي قدمت له وقدم استغالتها إقرار منه فيها أيضا نأخذ السنوات اللي مضت فيه السنوات اللي كان فيها صباح الخالد وأنا ما أنسى أيضا لما كنا في 2012 لما كنا في لجنة التحويلات كان الأسف لما في لجنة التحقيق كان موقف غير جيد وكان الأسف يقف مع من كنا نحقق ونوجه لهم الاتهام في فساد أو يعني على الأقل لموقف إيجابي معاهم فبالتالي ما احترامنا لشخص الكريم لكن هي أفعاله وأعمال السياسية لا تؤيد أننا نقول أن لا يجب أن يعود هذا الرئيس مرة أخرى لرأسة مجلس وزراء ويجب أن يأتي رئيس جديد ويضع نصب عينه الأفعال التي جعلت هذا الرئيس خلال سنة أن لا يعود رئيساً لمجلس الوزراء ويكون هناك نهج جديد وكذلك على هذا الرئيس مجلس الأمة أن يحترم رأي الأمة ويحترم رأي الشعب الكويتي ويحترم تصريحات أربعين عضو بغض النظر شون انتقبوا الثلاثة ثلاثين أن يحترم رأيش وتوجه الشعب الكويتي ويتنحى لعله يكسب ما تبقى له من قيمة أمام الشعب الكويتي لذلك في هذه الكلمة المختصرة المقتضبة نقول أن لابد أن هذا الاستجواب كما يعني ذكرت المذكرة التفسيرية وكأن الذين يعني وضعوا هذه المذكرة من ستين سنة كانهم عايشين بيننا وكانهم يرون الوضع الحالي وكتبوا ما ما حصل يعني سبحان الله في المذكرة التفسيرية يعني كلام قوي جدا في ما يخص إذا كان رئيس الوزراء مستقيل و مقدم الاستجواب وكان مصير هذا الاستجواب يعني أن يتنحى رئيس الوزراء وبدون عدد لازم لهذا الشيء يعني وكأن المشرع لا يتوقع في يوم من الأيام أنه يكون هناك يعني عدد ضخم جدا يطرح رئيس الوزراء لأن العملية بدهية فراح حق الاحتمال الأسوأ أنه ما يكون هناك يعني عدد سمعوا سمعوا المذكرة التفسيرية يقول يقول كما أن تجريح الوزير أو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة وعدم التعاون كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة بس مجرد الكلام ها الدفع به الاستقالة فمن بالك 37 واحد يعلنون فيك ما يبونك فمن بالك هذه حتة اللي حطوا الدستور ما خطر على باله ما هذا شيء إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامقة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام شنو أكبر أن تصير مهزلة ويطلع بيان يعبر عن ارتياحها مباركة لهذه المهزلة يقول كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتبارها الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس وزراء ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار بعدم الثقة أو بعدم التعاون يقولك حتى لو ما في عدد حتى لو ما في عدد مجرد أن يا رئيس وزراء الناس يتكلم عنك ويبون طاريك ويجرحون فيك يفترض أنت على طول تقدم استقارتك 37 واحد معلنين ما يبونك هذه ما صارت هذه ما صارت سابق خطيرة جدا ثم يقول كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية وحسه المرهف الحين ربعنا يلدهم يلضب يستقلون ويطرحون في الثقة وقاعد على يعني على الشعب رغما عنهم وأن الشعب ما يبيه هو قاعد حتى ما في أي إحساس يقول وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح قد حمل الوزير والبرلمانية على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو مثلها إذا لاح له يعني مجرد يقول يمكن ما يبوني الحين مو مو يمكن هذا يقين سبع وثلاثين أعلنه أنه ما يبونك ترى الدستور الكويت يقول لك تنحى يا رئيس مجلس وزراء في الحقيقة هذه كلمة مقتضبة فإحنا نقولها ونحمل وأكرر أحمل النواب السبع وثلاثين مسؤولية لابد أن يكون لكم رأي معلن وصريح من عودة رئيس مجلس وزراء حالي حتى تستقيم الأمور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته